من ساعة ما ظهر كلام ان محمد صلاح حيتنقل للسعودية وهيكون مصيره زي كريستيان ورونالدو والناس بقى تحكي وتتحكى في الموضوع ده لدرجة ان الموضوع وصل لمشادات بين السعوديين والمصريين اللي كان اخرهم مشادة كانت بين واحد من المتابعين المصريين وامير سعودي وده بعد ما نشر المتابع ده منشور هاجم فيه كل اللي بيحصل عشان كده الامير رد عليه رد قوي بعد ما استفزوا كلام المتابع ده فترى الامير السعودي رد عليه بقى تاني وايه كان رده على واحد من الكتاب اللي برضو انتقدوا اللي بيحصل ومين الامير ده اصلا والمتابع الايه كل ده واكتر هتعرفوا في فيديو ده هقوله لك انا لارا متحد اللعب محمد صلاح من وقت الكلام عن انتقاله للتحاد جدة السعودي والناس ما بقاش وراها سيرة غير الموضوع ده وخصوفا ان السعودية قدمت عرض مغري جدا وهو مليار ريال سعودي يعني حوالي كده 8 مليار و250 مليون جنيه مصري وصحيح اخر الاخبار بتأكد ان صلاح مكمل في ليفر بول لكن ده ما ينفيش ان رواد السوشيل ميديا لحد دلوقتي مش سايبين صلاح في حاله ابدا بس هو ايه اللي بيحصل والناس بتقول ايه شوف يا سيدي الايام الاخيرة رواد السوشيل ميديا كانوا بينتقدوا الصفقة اللي بتتم بين الاتحاد السعودي ونادي ليفر بول بخصوص انتقال صلاح ليهم وطبعا رواد السوشيل ميديا ما سكتوش ابدا ومن وقتها عينك ما تشوف الا النور كل يوم بقوا ينزلوا منشورات بتهاجم اللي بيحصل بس كان فيه منشور كده اثار الجدل نشره كاتب اسمه هاني مصهور ولما نشر صورة لمحمد صلاح على موقع اكس وقال زي الاهرامات والتاريخ لا يشترى كن كما انت عاليا غاليا بلا ثمن وبعدها رد عليه الامير السعودي عبد الرحمن بن مسعد وقال بيع عقد صلاح من نادي المقاولين لنادي بازل عام 2012 ثم اشترى عقده تشلسي من بازل عام 2014 ثم اعرض تشلسي لنادي فيورنتينا وبعدين نادي روما عام 2015-2016 بعدين اشترى عقده ليفر فول عام 2017 وقال ان ده امر طبيعي في عالم كورت القدم واللعبة بتاعتها وصلاح عقده يباع ويشترى زي باقي اللاعبين زي ما شفت كده ومفيش علاقة بيها بالاهرامات والتاريخ ودي ما كانتش اول مرة يرد فيها الامير عبد الرحمن بن مسعد على المتابعين اللي بيتكلموا عن الصفقة دي وده لان سبق ورد على متابع مصري لما نشر على موقع اكس وقال وقال اشتروا الموسيقين المصريين اشتروا الاعلميين المصريين اخذوا ثقافات مصرية هيموتوا على صلاح واللي هيعمل للدور السعودي اعلى مشاهدات هم الجمهور المصري واللي بثقافتهم وفهمهم دايما مصريين الكلام ده استفزد الامير السعودي عبد الرحمن بن مسعد وخلاه يرد عليه ويقول على موقع اكس اننا بنحترم المصريين وابنها اكتر منك بالتأكيد وقال اننا مش بنشوف ان الموسيقيين المصريين بيتباعوا عشان اصلا نشتريهم ومش بنشوف ان المغنيين والفنانين المصريين بيتباعوا عشان نشتريهم برضو وقال اننا برضو مش بنشوف الاعلاميين المصريين بيتباعوا عشان نشتريهم اما الثقافة المصرية فبنستفيد منها وبنفتخر بيها زي ما بنستفيد من اي ثقافة في العالم علشان ماشيين بخطة سريعة في التطور والنمو والتقدم ومش بنشغل نفسنا بمرقبة اللي بيعملوا غيرنا بالعكس احنا بنشتغل في تطوير بلادنا وشعبنا وعلشان كده تقدمنا وبنتقدم وهنتقدم اكتر بعون الله وفضله ثم بعزمت شعب عظيم وقيادة عظيمة وكمل وقال انه وبالنسبة له اللاعب كبير زي محمد صلاح مهم انه يبقى عندهم وقال بالزبط كده اننا مش بنسعى لشراءه لكن احنا بنشتري عقده وقت ما كان في نادي المقاولين لحد ما وصل لليفر بول وبقى من اهم اللاعب العالم عشان كده سعينا لشراء عقده علشان يساهم في الخطة الموضوعة لجعل الدوري السعودي من اهم خمس دوريات في العالم وهيكون كده وهتشوف وهتعلق عليه التعليق يفوق التعليق اجده وقال لو صلاح جيه فهو هيضيف للدوري السعودي وهنسعد ديه بين اهله وبلده كمان وان لو ده ما حصلش فده مش هيقصر على المشروع الرياضي السعودي وهنحقق اهدافه دعون الله وغصبا عنك وكل اللي احتراموا الحب والتقدير لمصر مش بشي كده ده في الاخر كمان نزل تويتا سخر منها على نفس المنشور وقال نقطة اخيرة دلوقتي بس خدت بالي منها انهم اشتروا اثرين مصريين اشرح لي ازاي يا منقرع ودلوقتي يقول لنا رأيك ايه في الصفقة اللي بتتم بالليفربول والتحاد جد السعودي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة